الصحراء المصرية عام 1996 الجيش المصري يجري المناورة العسكرية المعروفة باسم بدر 96 أحد أكبر المناورات التي قام بها الجيش المصري على مر تاريخه فما الذي فعله مبارك والجيش المصري لكي تشعر إسرائيل بالخطر؟ ولماذا شارك وزير الدفاع المصري بنفسه في المناورة؟ ولماذا ارتبكت حسابات الدراسات الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ سنكشف معكم الآن ما الذي حدث في المناورة العسكرية بدر 96 الصحراء المصرية يوم الثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1996 تجري المرحلة الرئيسية من فاعليات المناورة بدر 96 والتي يشارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة يشرف عليها وزير الدفاع المصري بشكل شخصي يجلس في غرفة العمليات الرئيسية ومعه قادة الأسلحة تم تحديد الهدف الاستراتيجي والتعبوي للمناورة مع إعطاء قادة الوحدات الفرعية حرية الحركة في إطار الخطة الرئيسية تنطلق الآن المناورة وخلال سيرها يدخل مركز القيادة الرئيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد اجتماع سريع مع القائد العام وقادة الأفرع تم إعطاء أمر مفاجئ لجميع القوات للتحرك في اتجاه الشمال الشرقية لصد هجوم معادن الاتجاه تم تغييره في وقت قياسي من اتجاه الجنوب لاتجاه الشمال الشرقية وهو ما أثار قلق العدو التقليدي لمصر إسرائيل كان السبب في ذلك القلق هو فشل الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في استكشاف الهدف الحقيقي للمناورة قوات الجيشين الثاني والثالث تقوم الآن بتنفيذ عملية عبر لقناة السويس وتنجح في نقل 60% من معداتها إلى داخل سيناء في أقل من 7 ساعات ذلك العبور جاء بعد نجاح الجيش المصري في الوصول إلى حالة الاستنفار القصوى في مدة لم تتجاوز 11 دقيقة فقط لاحقا تضمنت المناورة التعامل والتصدي للضربات من أسلحة الدمار الشامل وكان العدو الافتراضي في المناورة هو إسرائيل وتمت المناورة تحت غطاء جويا من 500 طائرة ومقاتلة ومروحية ويقال أن الجيش المصري أجرى أول تجربة لاستعمال القنبلة نصر 9000 والتي تعد أقرب القنابل التقليدية إلى القنابل الذرية في النهاية إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك معنا في قناتكم المدينة الوثائقية